ملحمة تأخذ في أبعادها نهج الأباء المؤسسيين أبطالها الوفاء والولاء والإخلاصة مشاعر تملأها الفرحة والسعادة بزيارة الفريق أول ولي عهد أبو ظبي نائب القائد العلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمنطقة الذيت في إمارة الشارقة المواطنون عبروا عن مشاعر الفرحة والسعادة باهتمام القيادة وأكدوا بأنهم محظوظون بقيادتهم والاهتمام ليس بغريب عليهم من قادتهم فهم نبع العطاء ونهج القيادة الرشيدة الذي يتسم بالخير والجود والمحبة والتواصل هي أيام لن تغيب عن الذاكرة الشعبية التي قدمت نموذجا رائدا في التفاعل البناء بين القيادة والشعب الذي يزداد رسوخا يوما بعد آخر تصنعه القيادة لما فيه مصلحة أبنائها هدفا أوليا ولا تألو جهدا في توفير مقاومات الحياة الكريمة لكل المواطنين في شتى ربوع الوطن الغالي المواطنون عبروا عن سعادتهم بلقاء الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان ولعهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على مدى أربعة أيام والتي أصبحت تقليدا لسموه يلتقي فيه المواطن ويتلمس احتياجاته شكرا على هذه الزيارة الميمونة المستديمة سنويا وتعاد لمواطنين الإمارات ككل في كل عام وهذه ليست بغريبة على سيدي الفريق أول كلمات صاغتها فرحة لقاء تترجم عمليا سياسة الباب المفتوح التي تميز علاقة الشعب بالقيادة تتعرف من خلاله على أحوالهم واحتياجاتهم وتستمع لمطالبهم المواطنون أكدوا أن تاريخ الإمارات السياسي والاقتصادي والإنساني يصنعه رجال أقوية يتصفون بالحكمة وينثرون الخير كله لأبنائهم في كل شبر من أرض الدولة الفتية زيارة سمو ولي عهد أبو ظبي إلى الإمارات الأخرى والوقوف على احتياجات المواطن عن قرب ما هي إلا صورة متوهجة من تلاحم الشعب مع القيادة رائد الشايب قناة أبو ظبي من مدينة الذين الشارقة